ترجمة نانسي قنقر شاد بما تضمنته كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمضامين نبيلة وخصوصا من خلال إعلان جلالتها أيده الله تقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية استقرار المنطقة وتنميتها واللي جاء من بينها مبادرة خاصة توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة مبادرات قمة في البحرين يتأكد دعم مملكة البحرين للبرامج الصحية والخدمات المقدمة للمتضررين من الأزمات والنزاعات والحروب الأمر الذي يسكل خطوة مهمة في هذه الاتجاه ونأكد أن نولي أهمية كبيرة للتعاون الأقليمي والدولي لتبادر الخبرات والموارد مما يعزز قدرة الدول على الاستجابة الفعالة لهذه التحديات الإنسانية كل هذه الأمور ما هي إلا مرآة سعكة اهتمام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفيما يتعلق بالمتأثرين من الصراعات والنزاعات نعمل بشكل حفيف التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على ضمان إيصال هذه الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة التي تلبّى احتياجات هذه الفئة ونحن على ثقة بأن هذه الجهود تسهم في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة والعادلة اشتركوا في القناة